السلام عليكم أهلاً وسهلاً مرحباً من جديد اليوم لدينا قطعة مميزة سنتعرف عليها هو هذا الجهاز اللي هو عبارة عن Access Point أو Point AXC مقوي إشارة قوي للغاية كما تلاحظون هو في هذه العلبة طبعاً لـ Unify الموديل UAP-ACLR هذه العلبة طبعاً بعد أن فتحناها كما تشاهدون هذه هي المحتويات كما تلاحظون لدينا القطعة أولاً الـ Point AXC كما تشاهدون ولدينا طبعاً الشاحن مع الكابل شاحن يعمل بنظام POO يعني الكابل فقط هو اللي يغدي القطعة وأيضاً يرسل الإشارة هذه المحتويات إخوان كما شاهدتم إذن إخوان بعد أن فتحنا العلبة القطعة المهمة ها هي عبارة عن صحن طائر فكرنا في الأيام Green Dizer صحن الدوار كما تشاهدون هذه القطعة إخوان هي عبارة عن Access Point بجودة عالية هذا طبعاً من شركة أمريكية Unify وهي عبارة عن شركة طبعاً متميزة في مجال الـ Networking يعني هذه ينصح بها للمنازل اللي فيها أجهزة كثيرة واللي يريدون إشارة قوية للـ Wi-Fi وينصح بها أيضاً للشركات الصغرى يعني يمكن أن يتحمل لأكثر 150-250 جهاز في نفس الوقت والجهاز قوي للغاية طبعاً هو معقد شيئاً ما في البرمجة لكن سأحاول أن أسهل عليكم في هذه الحلقة إخوان بالنسبة لقطعتنا Unify كما تشاهدون طبعاً يجي على هذا الشكل يمكن تركيبها في الصقف كما ستلاحظون بعد قليل طبعاً يجيها منفذ واحد فقط لكم تشاهدون ها هو المنفذ الوحيد الـ RG45 بالنسبة للقطعة إخوان هذا يمكن برمجتها من خلال تطبيقات تطبيق اللي سنشاهده إخوان يعني يمكن أن نبرمج هذه القطعة من خلال Play Store ننزل برنامج Unify Network أو من خلال App Store نفس الطريقة نبدأ أولاً قبل أن نذهب للبرمجة طريقة التركيب كما تشاهدون إخوان أنا ركبتها في وسط المنزل هذا وضعته في الصقف كما تشاهدون مررت كابل RG45 من الروتر Fiber Optical اللي لديه لغاية وسط المنزل طريقة التركيب إخوان سهلة جداً إخوان طبعاً نأتي معاه كما قلنا كابل مثل هذا وهذا طبعاً هو الشاحن يأتي من هنا المنفذ بالنسبة للكهرباء نأتيها من هنا ومن هنا لدينا منفذ إترنت ومنفذ بي أو إذن هذا الصحن الضوار يأتيه كابل واحد فقط مشاهد طبعاً كما تلاحظون هنا في المنزل في المدخل قمت بشبكه كما تلاحظون الكابل اللي يأتي من الروتر لمنفذ الإترنت ومنفذ البي أو وضعت فيه كابل RG45 يذهب لغاية وسط المنزل في السقف من الجبس ركبت القطع إخوان كما تشاهدون وهي الآن جاهزة بالنسبة للبرمجة إخوان فهي سهلة جداً بتطبيق تنزلونه إخوان كما تشاهدون تدخلون على التطبيق وهو موجود على البلاي ستور سيتعرف بطريقة أوتوماتيكية على الجهاز داخل الشبكة يعني هو بطريقة أوتوماتيكية سيمكنه أن يتعرف عليه من خلالها تبدأون بالإعدادات هذه المرة يمكنكم أن تستخدموه يعني ستاندلون يعني بعيد عن الحساب ولكن يمكنكم إنشاء حساب في موقع اليونيفاي ومن خلالها ستديرون جميع الأجهزة إخوان وهي محمية بدرجة عالية أحبائي طريقة البرمجة في الدرس القادم توريكم كيف تبرمجونها مع حسابكم في اليونيفاي وليكن في علم الجميع إخوان بأن هذا عند برمجتي فيستحيل على شخص الوصول إلى الروتر يعني هذا لا يمكنكم أن تدخلوا مثلا من المتصفح بالإي بي آدرس لا يمكن ضروري من خلال حسابكم يتم برمجة هذا الروتر طبعا هذه هي مراجعة أولية لنتعرف على القطعة اليونيفاي لكن في قادم الأيام سنتعرف مع بعض كيف نبرمجها كيف نقوم باستغلالها على أتم استعداد تكون جاهزة لاستقبال أكبر عدد كبير من الأجهزة بالنسبة للأجهزة إخوان أنا لدي أجهزة كثيرة هنا لذلك فاستخدمت هذه القطعة لماذا؟ لأن لدي منزل إلكتروني مجموعة من أجهزة الدوموتيك مجموعة من الأكسسوري مجموعة من السويتشات مجموعة من الرلي مجموعة من الكاميرات مجموعة من هذه الأجهزة كلها يعني أكثر من 50 جهاز فضروري أن يكون لدي واحد مثل هذا لهو اللي ممكن أن يسيطر على هذه الأجهزة وتصل الشبكة بشكل جيد لكل القطعة حتى لو كانت مخفية في السقف أو داخل أي وراء مفتاح للإضاءة إذن إخوان هذه كانت نظرة أولية حول هذه القطعة في قادم الأيام سأريكم طريقة البرمجة المتقدمة إخوان اليوم طريقة سهلة جدا كما قلنا من خلال التطبيق نلتقي في الدرس القادم وإذا كانت هناك أي استفسارات فأتركها في التعليقات